بعد أن لذى بالصمت ساعات طويلة دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو على خط الاعتداء الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق عبر اتصال أجراه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هنأه فيه على الاعتداء الذي وصفه بالعملية الهامة ضد إيران ووكلائها في المنطقة اتصال نتنياهو ببومبيو تبعه موقف لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين هو الأول لمسؤول عسكري كبير من الاعتداء الأمريكي في العراق عندما قال إن هجوم سلاح الجو الأمريكي قبل يومين في العراق ينطوي على احتمال لحصول تحول المواقف الإسرائيلية هذه على الصعيدين العسكري والسياسي جاءت على وقع اهتمام إعلامي واسع وكبير أيضا بالاعتداء الأمريكي على العراق وفي ظل طرح أسئلة حول أبعاده وتأثيراته على التطورات في المنطقة من غير الواضح إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت سياساتها وهذا في الحقيقة السؤال الكبير هل يتعلق الأمر بهجوم موضعي من قبلها على قوات إيرانية أم بتغيير السياسات التي تبعها ترامب في الأشهر الأخيرة وهو ما تأمل إسرائيل أن يحصل أريض الإسرائيلي مبرر الأمريكيون يضعون شيئا فشيئا خطا أحمر مقابل الإيرانيين لكن التقدير في إسرائيل الآن أنه حصل حادث موضعي لا تغيير في السياسات الارتياح الإسرائيلي المعلن بوضوح من الاعتداء الأمريكي على العراق قابلته دعوات لإسرائيل بحثري وعدم التدخل أقله في المدى المنظور كي لا تجرى مواقفها عليها ردا إيرانيا قاسيا أعتقد أنه على إسرائيل الصمت وأن لا تكون كمن أشعل النار الإيرانية مقابل الأمريكيين التوصية الأفضل لإسرائيل الآن هي الحفاظ على الصمت وعدم التدخل التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الاعتداء الأمريكي على العراق يهدف لتربيم الردع بوجه إيران وأنه بالرغم من الأمال في إسرائيل فمن المشكوك فيه كثيرا أن تكون قواعد اللعبة الأمريكية قد تغيرت إذا آئران في المنطقة